أعزائي مشاهدي قناة الحياة أهلا بكم في برنامج القرآن دراسة وتحليل إحنا هنكمل دلوقتي المناظرة اللي كانت بين الكندي وبين الشخص التاني اللي اسمه الهاشمي وهو شخص مسلم الحقيقة لقينا في الحلقة اللي فاتت تفنيد لبعض الأمور من الكندي للقرآن ولشخصية محمد اتكلم على شخصية الراهب سيرجيوس اللي كان ليه علاقة بمحمد وهذا الراهب ما كانش مسيحي أصلي يعني هو مسيحي مهارتق نستوري الحاجة التانية ابتدى الكندي يفند إزاي القرآن وصل لأدينا القرآن من المشكلات اللي مرت بيها عن طريق كعب الأحبار وابن سلام ودخلهم في الإسلام وأنهم ابتدوا يحطوا أشياء جديدة في القرآن في أيام علي ابن أبي طالب أو في المصاحف في أيام علي ابن أبي طالب وإزاي مر القرآن في مشكلة الجمع بتاعته وإزاي أن عثمان حرق المصاحف وعمل أشياء كتيرة مما أدى إلى في جمع المصاحف وحرقها في نتج عنه نقص وزيادة وضياع في آيات كتيرة من القرآن وتوقفنا عند النقطة دي في الحلقة اللي فاتت لكن قبل ما نكمل هذه الحلقة الشيقة عن الكندي الرجل الشجاع المسيحي اللي كان من 1200 سنة لا يعني ما بيهموش حد قدام إعلان إيمانه الحقيقي والإيمان الآخر كيف يفنده أنا برحب أخي الأخي مالك زيك أخي مالك مرحبا بك ومرحبا بالأخوة المشاهدين بتمنى طبعا الحلقات السابقة والقادمة بخصوص الكندي أن يكون سبب تشجيع للناس تقرأ رسالة الكندي بشكل كامل لأنه نحن مثل ما خبرت الأخت فرحة نتطرق للكندي ونعالج ما تكلم الكندي عن القرآن جوانب الأخرى في رسالة رح نتجاوز عنها لأنه موضوعنا فقط يخص القرآن زي ما قلت في المقدمة هو تناول القرآن وفند أمور في منتال خطورة في القرآن لو في حاجة إضافة عندك ريت تضفى لنا رح نكمل نقاطه لما انتهى آخر نقطة بعد ما ذكر فيه أنه صار بعد حراق المصاحف ويتابع بعدين أنه ماذا استمر يعني ماذا النتاج بنتقل نقطة يعني بذكره كمان أن الحجاج نقح في المصاحف ولكن أين حد الحجاج نقح في المصاحف يعطيه معلومات تذكري لما نحن تحدثنا في موضوع تدنيس المسلمين للقرآن حكينا على أن الحجاج في رواية موجودة عند السجستاني صح صلح إداعش موقع أو إداعش آية في القرآن بالزبط وتسألنا ليش تكتفى بإداعش آية وقالنا فيه رأي بيقول أني رأي المستشار سعيد العشماوي في الكتاب الخلافة الإسلامية على أن السبب أنه ظهر جرعته على القرآن وطرحنا أنا وياكي رأي بيقول أني ربما يكون فيه أشياء حب يخفيها أو يزود أو ينقصها بمعنى يجري عمليه التحرير أو إعادة كتابة للقرآن تحريف بمعنى التحريف إذا من بالمنطق الإسلامي هو تحريف تحريف طبعا يجري إعادة كتابة للقرآن ضمن منطق العصر الأموي اللي بيحتاجه كان العصر ده مين يوسف الحجاج بن يوسف حطناك فرضية هذه الفرضية في الحقيقة نحن معنا قدرة نسبتها لأننا لا نعرف ماذا حزف وماذا زاد الحجاج طبعا ولكن الواضح هذه الفرضية كان في عقول العلماء المسلمين والمثقفين المسيحيين أنازاك عندما يوصل الموضوع للحجاج الكندي يناقش كل نقطة ويذكرون يقولون ما حدث بالقرآن بأيام الحجاج ثم كان من أمر الحجاج بن يوسف ما كان أنه لم يدع مصحفا إلا جمعه جمع كل المصاحف وأسقط منه أشياء كثيرة إذن الموضوع ما مقتصر على أصلاح إدعش خطأ لغوي أو نحوي ده اللي كتبته الكتب الإسلامية إنها 11 نقطة نعم في الكتاب المصاحف مثلا على السجستاني بكي ندعش موقع هنا أقول لا الحجاج أنه لمضى مصحفا إلا جمعه وأسقط منه أشياء كثيرة ذكر أنها كانت نازلت في بني أمية بأسمائهم قوما وفي بني أباس بأسمائهم قوما وكتبت نسخ بتأليف ما أراد الحجاج في سطوة الصحف فعني الحجاج جمع المصاحف عمل مثل عثمان أعاد كتابة القرآن ووجه ست نسخ فوجه ست نسخ كل واحد إلى مصر وآخر إلى بالشام يعني عمل زي مكة الكوفة البصرة عمل زي ما عثمان عمل بالضبط ونفس الشيادة بيقوله يعني بعد ما عدل جمع المصاحف في الحلقة السابقة قلتلي هي مصاحف عثمان اللي وزع على الأمصار فين مثلك ده سؤال غريب فعلا ما فكرتش فيه هو طرحه دي نمرة واحد أعطى أجوب يعني كذا كذا بالضبط والإجابة بالضبط كذا هل هون بيقوله أني لسا الحجاج راح عمل نفس عمل عثمان عادة كتابة مصاحف والمصاحف القديمة وعمد إلى تلك المصاحف بمعنى راحل المصاحف المتقدمة فغلى لها الزيت وصرحها فيه فتقطعات أني أباد حرقة بالزيت المغلي ده مين الحجاج الحجاج اللي غلى المصاحف الأديمة ووزع مصاحف منقحة جديدة وأضف ما أضفها فيها واحتزى في ذلك بمفاعل الحجاج إذن بمفاعل عثمان فللمرة الثانية بتاريخ الإسلام في عملية إعادة كتابة القرآن العملية الأولى أجراها عثمان كتب المصحف أمر بحرق المصاحف حتى مصحف الأم لحفصة تم إبادته اليوم بعد مرور كمان سنوات إجا الحجاج عالد كتابة المصاحف يبدو وفق حاجات الدولة الأموية وأباد بقية المصاحف نحن للمرة الثانية نطارد لخطورة إذن هل تعبت قلن هل تعبت تحكيني عن عظمة هذا القرآن وحتى الآن لدينا قصة معقلة له دخل فيه سي جيرجيوس أفكار دخلوا في اليهود قصص متورات تقاتل علي المسلمون كل واحد زاد وناقص على كيفه حرق وثمان نسخ وكتب نسخ تانيا إجا الثاني الحجاج ورجع عاد كتابته إذن المصحف كتب على الأقل أربع مرات سي جيوس على اليهوديان وثمان الحجاج يكتب ويعاد كتابته مرة ومرات وبعدين أسأله يا هاشمي هل هذا هو المصحف اللي بتقول لي هو هو معجزة مواجزة ما الناس بتكتبوا بتزيد الخصة الموجودة أيام محمد أكيد زادت عليها بأيام الحجاج إلا ما الحجاج جمع وزاد وأنقص وحرق فهل يترى ما أجى بعض الأشياء الموجودة من تاريخ اليهود وأضافة إلى القرآن أكيد بالزبط أكيد أضاف أشياء وأضاف أشياء تانية وهنا يصل تعداد نقاطه ليبيل له على أن المصحف تعرض لمشاكل كتير وكتب وكتب مرات ومرات كان عايزة يوصل للنقطة دي نعم لما عدد له النقاط كلها اللي فاتت دي كلها كان عايزة يوصل عدد لي كده النقطة عايزة يوصل لإيه أن القرآن تلعفي عمر تاريخه حتى تاريخ يعني تاريخ الكتابة فليقلوا أن القرآن تم تلعب فيه وشو بره ينتلعب فيه إيه دليل على تلعب في القرآن أيوة أن كسرة التخليط في القرآن فيه مواضيع متناقضة أفكار متناقضة معلومات ما من شتى المصادر النقطة الأولى النقطة الثانية يعني دليل على تلعب قرآن أعرابية محمد محمد ثقافة بالأخير بدوية أعرابية معلوماته بها الأد القرآن فيه قصص أكتر من مستوى محمد منين إجيت إذن فيه فيه تلعب فيه مشكلة يعني فيه أشياء فقط قط محمد نقطة الثالثة فيه تحريفات أجرها الخلفاء العامد تحريفات من جانب خلفاء محمد بالقرآن لغاية سياسية علي تلعب فيه من خلال معونة اليهوديين وثمان حرق وكتب بطريقته الخاصة أجل حجاج لهذا النقطة الرابعة كمان أعمل تنقيحات وكتابة فإذن القرآن تخليط فيه أعرابية محمد تحريفات من خلفاء محمد تنقيحات من قبل حجاج فالقرآن متلعب فيه بالشكل يعني لا تقول أن هذا هو نص إلهي مدهش بالعالك أنت أمام نص جحمة كثيرة من المصائب بالضبط طب وده ضف له حاجة عشان يبرهن على كلامه فيه حاجة قدر يضيفها تانية عشان يبرهن على كلامه رح يروح مثلا كسرة التخليط على سبيل المثال يقول له أني شوف طيب شوفها رحين كسرة التخليط أي طيب خلص هو كلامه هنا ولا فيه نقطة أنت عايز تضيفها لا بهذه النقطة ممكن نقروا بتجاه أني نقاط اللي بحال تشرح مثلا كسرة التخليط طيب أنا النقاطة بيقول له والدليل على ما كتبنا أنك الرجل الذي قد قرأت كتب الله المنزلة يعني بيقول له الكندي للهاشمي أني الدليل أني أنت أريد كتب الله المنزلة بخصوص التوراة والإنجيل نعم لأنه واضح أن هذا الهاشمي مثقف متعلم والواضح أن الهاشمي عنده معلومات ممتازة عن المسيحية لأنه كان في حوار جيد أن أطلقه فلو أنت قد قرأت كتب الله المنزلة وأنت تعلم كيف انتسقت الأخبار وكثرت تخليط في كتابك الذي هو دليل على أن الأيد الكثيرة قد تداولته واختلفت فيه الآراء أني قرأت تعرف شو الموضوع بينما لو تذهب لكتابك وتشوف على أني فيه تخليط في كتابك فيه آيات كثيرة يدخلت عليه بمعنى أنت ملاحظت كثير كل واحد عم يكتب الشعب واختلفت فيه الآراء وزيد فيه ونقص منه كله قال ووضع ما أراد وأسقط ما كره وصخط فهذا عندك أكرمك الله شرط كتب الله المنزلة هذا السؤال أنت عايز تجيب ده زي ده نعم ده أنت قاري وشايف عايز تجيب ده اللي حصل فيه الكتاب دهوت من كل المشاكل عايز تجيبه زي كتاب المقدس لا أول أسمع من ذلك أنت صار عندك أنت عارض الكتاب المقدس وصار عندك صورة كيف الله يخاطب الإنسان بالضبط فبعد ما تعلمت بالكتاب المقدس يعني بعد ما مكلت الحل وجي فهالكتاب مقنئ بنسبة لك طب ما لك شايف على أني فيه أيدي تلعبت فيه وآراء كتير وأسقط وزاد طيب النقطة الثانية أي عربية محمد اللي أشارنا أيوة دي مهمة أوي سيمة وصاحبك بيقصد محمد وصاحبك أعرابي جلف يأوي البادية فخطر خاطر في قلبي فسجعوا بلساني وصار به إلى قوم بدون فتقرب به إليهم وهم يشهدون في كتابهم أن الأعراب أشد كفرا وننفاقا ومن هو أشد كفرا كيف يأخذ عنه سر الله ووحيه وتنزيله فبقول له أنت بالقرآن تقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا ومحمد بدوي فهو يطبق عليه أشد كفرا نفس القول طيب كيف أنت بدأخذ قولك من شخص بدوي خطرة الخواطر بباله وطلع فيه السجع وطلع بسجع وكل واحد يقول سجع يعني حيبقى نبي هو أعرابي يعني قياسة طبعا الحضارة الموجودة والكتابة يقول أني العرب أشد كفرا فأنت شيء يعني شيء بحير معك طيب خلينا نروح الخلفاء بالقرآن وأنت تعلم ما كان بين علي وأبي بكر وعمر وعثمان من الإحناة والعدواء بمعنى البغضاء والعدواء فقد زاد هؤلاء ونقصوا وزاد هذا ونقص وأنما كان كل واحد منهم يريد الخلاف على صاحبه ومناقضة قوله ومبارته فمن أين نعلم أي الأقوال هو الصحيح وكيف يمكن لك أن تميزه من السقيم وقد زاد فيه الحجاج ونقص منهم وأنت عارف بماذا بالحجاج في جميع أموري فأنت عارف بماذا بالحجاج في جميع أموري فكيف تستوسقه في كتاب الله وتعدله وتأمنه على ذلك وقد كان الرجل الذي يتقرب إلى بني أمي بكل ما يجد إليه سبيل أنه كان يعمل مستحيل لأرضاء الأمويين لا يوفر شيء فليترى هذا الموضوع الذي يمكن تعتبره فتخيل يعني بيقول له يعني أخي ده أنت عارف الحجاج عمل إيه نعم تعرف الخلفاء عملوا إيه أبو بكر وعلي عملوا إيه في بعض تعرف عثمان عمل إيه نعم وبعدين عايزني أمشي معك أمشي معك به القرآن هذا طيب فنحن حاليا نشوف أنه نحن نص كثير متميز بتاريخ القرآن أن الشخص يورجيه تاريخ القرآن كيف تطور كيف نشأ إشياء وتدخلات لعب الخلفاء تصليحات الحجاج تنقيحات الحجاج وزائد تعديل عثمان عثمان فنحن حاليا هذا هو النص يعني هي النقطة نعم حفظنا كمان موضوع ثاني كمان ممكن نروح إليه يا ريت فالنقطة الثانية التي تأكد على كلامه أن أن نحن بعد ما حكينا كمان معك مثلا قلنا لك وانت تعلم أن كل من ينظر في كتابنا هذا أننا لم نكتب إليك بشيء زيادة على ما في كتابك مردات أنفسنا أن نحن ما ألفنا شيء من دماغنا كل شيء موجود بكتابك وكله من مستيقات المأخوذة عن كل يعني عايز يقول له أنا ما جبتش كلام ده من عندي ده أنا جايبه بالدليل والبرهان من عندكم انتم ده اللي بيقصده الكندي وكمان بما شاهدنا من الكتاب إنه إنما هو كلام منثور على القرآن نثر يعني لا نظام له ولا تأليف كلهم من تناقض كلهم ينقض بعض وبعضا فقد صح عندنا وعند كل ذي لب أن الذي نقلوه إلينا من خبره هو على ما حكوه ولولا كراهيتنا للتطوير لا شرحنا من تناقضه وتفاوت معانيه وأخبار أصلي جمعه أكثر مما شرحنا ولكن فيما أثبتنا كفاية لذوي الألباب ولاقول ومن أراد نحو نفسي أنا عندي كمان أحكي لك تفاصيل أنا عندي كتير لو عايز أكتر من كده أدي لك لكن أنا مش عايز أطول عليك وأنا يعني كفاية عليك كفاية عليك دولا لا أنا هذا ما قدمنا كافي لكل إنسان أن يصحى يستيقظ يقول لا أنا وين موجود شو أعمل بهذا الكتاب وليب في هذه التناقضات فهذا هو النقطة المهمة أني هو أقول له أني عندي كتير كلام ولكن المر كافي لكل شخص منصف عنده تركيز وعي يقبل هالكلام ويدرك أنه بأين خلل أو خطأ موجود لو فيه عايز تضيف حاجة اضفها قبل ما نخش للسؤال ده لا بالحقيقة هو أنا إضافة أنه أحيانا لكي بيروح بقول له طيب أنت كمان إني لا أكد أن الكتاب ضعيف أني هالكتاب فيه وهن أنا عبتقول له مثلا هل هذا الكتاب حجة وفيه حجة منضاف فبتسأل بقول له طيب إذا أنت بعد ما مر معنا كل هالأمور بطلعت من الكتاب حجة ودليل والشاهد على نبوة محمد طيب هل هو هذا الكتاب شاهد مثل فلق البحر لموسى أو أحياء الموت وإبراء الكمى يعني بيقول له أنه زي المعجزات المعجزات أو معجزات سيد المسيح بالحرف الوحد وحياء الموت وإبراء الكمى وتطهير البرص لسيد المسيح مخلص العالم إذا أنت تعتبر هذا هو مواجزة بالقياس لما حدث مع فلق البحر أو أحياء الموت أن هذا حقا لجهل لأنه لم يعقل كيف يشبه ويقرم بين الأشكال على أني لأظن أحدا به أدنى مسكة من العقل أن أي شخص عند الحد الأدنى من العقل أو أدنى تمييز أدنى تمييز يشتري أن يفكر في هذا بفضلا أن يتفوه به ولم يخطر مثل هذا قط إلا على المال غبيل غارب العقل مختلس اللي بضعيف العقل يعني عايز يقول له لو أنت بتفكر أن الكرآن ده أو المصحف ده هو تعامل زي المعجزات بتاعة موسى وبتاعة عيسى ها اللي يصدق الكلام ده هوت يبقى عقله صغير صغير نقطة تانية بقول له طيب كمان سؤال تانية على فرض أن هذا الكلام يقنع الشخص السازج البسيط ممكن يقنع الشخص السازج البسيط فهل يترى ممكن يقنعني أنا كيف بقول له طيب القرآن لكل شخص عنده دماغ موحج مقنع أفتراك أعزك الله تحمل نفسك في صحة عقلك ودقة نظرك وكثرة فحصك على أن تحتاج بمثل هذا الكتاب مع ما قد عرفت من أخباري وأسباب أصولي أنت عندك القدرة أن كل أهل أخبار الكتاب وكل مشاكل وكل تاريخه التعباني أنت تعتبره حجة تحتاج به فهذه حجة مكسرة عنده مثلي هذا الكتاب حجة مكسرة عنده مثلي كل الشخص يعني علم وتفكير وتفتيش وبحث عن أصول الأخبار وأنت تعلم أن الرجل الذي قرأت الكتب وعنيت بمعرفة الأصول وكيف كانت من أول إلى آخر أن المبهرج من الأخبار والمدلس من الحديث غير جاز على مثلي ولا نافع عندي طيب على الأقل إذا كان هذا الكتاب القرآن إذا تمكنت بأن تضحك عليه أمام شخص سازج وتعتبره حجة وتدلس عليه فعلى أقل بشخص إله عقل مثلي ما ممكن نطلع عليه هالكتاب يعني جايت بيع المياه في هارت السقين تماما تخيلي أنه نحن أمام ناص خطير كتير ممكن نتكلم على إزاي الكندي يرد على دعوة الإعجاز القرآني بالنسبة للإعجاز القرآني يفتخر فيها المسلمين لكني يعترف أن القرآن فيه هو نص أدبي ولكن هو نص مثل أي شيء آخر كل شعب لديه شيء لا يمكن تضعي فيه فأقول مثلا أني أنت تقدم نص فصيح ولكن إذا تذهب إلى الروم أو اليونان فهو بلغتهم في آداب كثيرة من الفصاحة بها الفارس لديهم آداب كثيرة وفصيحة وممكن تجاريهم السوريانية كمان هي لصف فصيحة عند أهل السوريان والعبرانية كمان عند العبرانين يقول بالحرف أن كل لسان لو كلام فصيح ندأ أهله مساء الأسل كل الشخص كل قومية تعتقد لغتها هي الفصيحة السورياني عنده قناعة السورياني هي لغة جميلة عنيقة للسمع الفرنسي الإنجليزي هو هكذا بالنسبة لك أنت تتوقع أن العربي هي اللغة المميزة القرآن هو نص عادي موجود بلغة عادية كل واحد يتمسك بلغتها بيعتبر أجمل اللغات النقطة الثانية الألفاظ بالقرآن في عندك ألفاظ كثير أعجمية النقطة الثانية القرآن يقول أني أنزلنا القرآنا العربيا لعلكم تعقلوا قرآنك اللي عبتقول أني هو قرآن باللغة العربية وصاحبك فصاحة فصاحة والألفاظ طيب صاحب الفصاحة والألفاظ ما مطر يستعير من اللغات الثانية بالضبط يعني بالضبط الطيب الاستبرق وسندس وأباريق ونمارق يعني كلمات فارسية يعني استبرق وسندس في ناس عارفينه من زمان قوي قالوا هاي من اللغة الفارسية المشكات يعني الكوة أو الطاقة هي من الحبشية قالوا في كثير شاء الله كثير من كتابك كلمات أجنبية فبتساءل طيب يعني العربية لله ضاقت عليه ما كان يجب لك كلمات عربية بحثة حتى تسمح عربية وبالتال كمان وأنت ترى أنه مزلم عند رب العالمين على يد جبريل ملك الأمين لسا ما تنق أنه هاي من رب العالمين عند الملك الأمين فمفي عندك مشكلة يا أما جبريل ما عرف يوصل للرسالة صح ودخل كلمات عربية أجنبية يا ما مشكلة من محمد تلقى وحول للكلمات الأجنبين بقت المشكلة مشكلتين فالو أنت عندك مشكلة كبيرة يعني نقطة الثالثة يبقى خلينا نفتكر النقطة الأولى الأول النقطة الأولى على أن النقطة الأولى من رف في القرآن نصر نعم أني نص أدبي مثله مثل غيره خلينا أقول لك كلمة في الحتة دي بسرعة يعني مرة واحدة يعني إنجليزية بتقول لي ده الشعر الإنجليزي من أحل الأشعار وقلت لا 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 الشعر وتخنقنا نحن للتين الشعر العربي أو الشعر الإنجليزي هي في الثقافة بتاعتها أن الشعر الإنجليزي هو أرقى شعر وانا في ثقافتي أن الشعر العربي هو أقيم وأجمل شعر فنفس الفكرة التي قالها الكندي صحيح وتقيب على قولك ممكن شخص من جيل قادي من جيلنا مثلا نذهب بتجاه الفن الغناء الكل من جيلنا نقول أمكان السوم أو أروع مننا هناك اختلاف تقريبا من العشق لفن أمكان السوم حاليا نذهب لأي شخص بثقافة قومية ببريطانيا أو بأي دول الأوروبية أو غربية أو حتى بإيران أو حتى بتركيا سميم كلسوم سأقول لك إيش هالصوت الغريب وإيش الطول ده كله إيه ده الملل ده كله فإذا كل لغة بيعتقدوا أهلا أن يعني أرصح اللغات فهذا موت ميز القرآن النقطة الثانية وجود الألفاظ العجبية العجبية بالقرآن النقطة صحة من القرآن طيب يعني شون أشهد صحة من القرآن أقول له أني طيب أمره القيس وغيره من الشهر هنن أكثر صحة من موجود في القرآن وقاله والقرار بذلك أن القرآن إيش بيسمي العرب بل هم قوم الخصيمون ليش خصيمون على أنه هنا يعني كل محمد كما يحكي معهم يردوا عليه بالأدب فالقرآن حكي على بصورة الزخرف منه 50 بل هم قوم خصيمون يعني قادرين يردوا بنفس المستوى من اللغة والفصحة فإذا حتى موضوع البلغة لا يتميز في القرآن فنحن ممكن نتابع إذا نشوف نتابع بأحدى خلاصات الخلاصة وصل لإيه من هذه المقدمة بالحقيقة وصل لمجموعة من الخلاصات سنأخذ الخلاصة الأولى وربما الثانية بالوقت يساعدنا الخلاصة الأولى النتيجة الأولى بالنسبة للألفاظ الأعجمية فلا يخلو إذن أمر هذا الكتاب وما مضع فيه من الألفاظ الأعجمية من أن يكون قد ضاق على صاحبك اللسان العربي مع علمنا نحن وأنت أن اللسان العربي أوسع الألسن كلها إذن فيه شي ضيئ بالزبط الخلاصة الثانية أو أن يكون قد أدخلت شوف إما بما نفعل كلمات أعجبية فأما صاحبك ما كان عنده مشكلة والطريقة أخذ من الأعجم أو نتيجة فيه ناس دخلوا الكلمات أو أن يكون قد أدخلت فيه زيادة من قوم آخرين كما ذكرنا لك في أصل خبري وأن الأيادة الكثيرة قد تداولت أنه لا يستنتج من تعدد اللغات للقرآن أنه في أية كثيرة دخلت فيه فخبرني أصلحك الله أي قولين أحباب فأنه لا محيص لك من أن تقول بإحدهما وأنت عارف بنتيجة ذلك إذا قلته إذا تقول لي محمد ضاقت عليه والطري يستخدم الألفاظ العجمي فهذا أنت فيه مشكلة مشكلة ما الله وسع عليه بالضبط وخليه يستخدم عربي كاملة وإذا فيه ناس دخلوا على القرآن يبقى فيه أيدي كتير دخلت فيه متعرف من كل أحوال كل أمور كل نتيجة له طيب شكرا هنكمل بالنتيجة التالتة وهكذا في الحلقة القادمة بشكرك أخي مالك أنا بقول أخواتنا المسلمين أخواتنا المسيحيين الإعجاز العمالين بيقولون عليه أهو تفند سنة 200 هجرية فيعني أنا عايز أقول شكرا شكرا جزيلا للأخ مالك اللي جاب الموضوع الحلوي ده شكرا للكندي نفسه ربنا بارككم نشوفكم الحلقة القادمة إن شاء الله ربنا معكم شكرا أخي مالك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة